نوح لأخبار النادي الأهلي والسويسري مارس الكولر صرف خلال الساعات اللي فاتت مكافئة السوبر وهي قيمة شهر من عقده المقدر ب160 ألف يورو أي ما يصل إلى 4 ملايين جنيه واللاعبين صرفوا 60 ألف جنيه عن كل لعب زي ما قلنا قبل كده مكافئة مباراة السوبر يعني 2 مليون جنيه مكافئات الفريق بالكامل بجانب الـ 4 مليون اللي خدهم كولر ومليون جنيه للجهاز المعاوني أنت بتتكلم تقريبا يعني تقريبا الفوز بالسوبر كلف النادي الأهلي مكافئات 7 مليون جنيه والكل يستاهل طبعا كل يستاهل كانت بطولة مهمة جدا للنادي الأهلي في الوقت الحالي بعد غياب مؤقت عن البطولات مؤقت قليل يعني طيب لسه مع النادي الأهلي ومن اللعيبة اللي فيه غموض كبير في موقفهم مع مارس الكولر محمد هاني وأيمن أشرف مبدأين كده كولر رافض خالص فكرة الاعتماد على أيمن أشرف في مركز المساك وقال إنه ممكن يستفيد به في الجبهة اليسرى أو وسط الملعب في بعض الأحيان أما بقى محمد هاني فترتيبه بالنسبة لكولر في مركز الزهير الأيمن هو رقم أربعة إزاي بقى رقم أربعة؟ هو حاطة أكرم توفيق رقم واحد كريم فؤاد رقم اثنين والتالت في مركز الزهير الأيمن التالت حسين الشحات والرابع محمد هاني يعني هو حاطة أكرم توفيق كريم فؤاد أكرم توفيق وكريم فؤاد وحسين الشحات ويجي في الآخر محمد هاني تأصير ما بعده تأصير دايما نقول كده بصباح تأصير ما بعده تأصير ترجمة نانسي قنقر